السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم باشمان سحمد رامزي من قناة انجلش توفان ونهاردة معنا شرح جديد ازاي تعمل pick up للتعريفات بتاعتك وتعمل لها restore يعني تعمل نسخة احتياطية من التعريفات بتاعتك وتعمل لها استعادة بعد تنزيل الويندوز الجيد بتاعك ببرنامج double drivers تمام؟ دي نسخة rotable مش محتاجة اي تصطيب مش محتاجة مش محتاجة تنزل تعريفات من نتو استدم برنامج زي driver booster استدم برنامج زي driver bag استدم اي برنامج خارجية مسحيتها 2 جيجا و 3 جيجا عشان تنزل تعريفات وطبعا البرنامج ده غني عن التعريف اول حاجة هنفتح البرنامج عادي هتلاقي الملف اللي هو هنفتحه ونعمل run as administrator طبعا البرنامج ده هتحمله من موقع عادي موقع انجليش توفان هسيب لكم رابط الموقع دوت اسفل الفيديو رابط الموضوع دوت فهتحمله بقى من اي سيرفر من دول طبعا اللي مش عارف يحمل من السيرفرات ديت هنمنزل فيديو موضح فيه زي تحمل من اربع سيرفرات تمام؟ اول حاجة هنعمل pick up scan current system هعمل scan للسيستم اللي عنه تعريفات اللي على السيستم كلها هو معلم على تعريفات معينة ممكن انا اعلم اعمل بقى select ان هو فيه سهم جنبها دوت اضغط عليه واعمل على select all هيعلم لي على كل التعريفات طيب مش عايز اعلمه على ولا تعريف غير تعريفات مع select none ديت واعلم على تعريف ده مسلا وعمل back up now طيب التعريف دوت المصار بتاعه عايز تحفظه فين هنضغط على zbc ممكن مسلا نحفظه في partition d partition f اي partition من دول مسلا f عايز تحفظه كفوطلر عادي ولا عايز تحفظه كاملاف في مضغوط اعملا في zib ولا عايز تحفظه مجرد ما تدوس عليه ضغطتين يبدأ ينزل معك التعريفات دي كلها من اغير ما يفتح البرنامج كمان شوف انت اختار اي حاجة من دول اليه اسهل لك طب بنستدل مسلا zib اوكي او التعريف بيتبين بيك اوب عادي عمل معنا بيك اوب هوت طيب التعريف هوت عايز اعمله بقى restore اعمل restore من هوت طب انا حافظت الملف ده فين حافظته ملف مضغوط واشوف المسار بتاع او انا حافظته في ايه حافظته في اهو وقدوس اوكي مجرد ما اضغط اوكي هيبدأ ينزل هوت معي او ده التعريف اعلم على التعريف واعمل restore now هيبدأ اهو هيقول لي انت عايز تعمل restore للتعريف دوت هادوس اوكي هيبدأ يعمل لي استعادة التعريف دوت او تعريف هادوس فينش كده التعريف نزل معنا عادي خالص وكده منتش محتاج لاي برامج خارجية تصلت بتعريفات بسطولة التعريفات 3 جيجة ولا 4 جيجة تنزلها عشان تحرقها على فلاشة فبتمنى ان شاء الله لو عجبك الفيديو دوت متنساش تعملنا اللايك وتعمل سبسكرايب ويتفعل زر الجرس عشان يصل كل جيد معنا ترجمة نانسي قنقر